كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو رح حاول أحكي فيها عن الأحوال العامة سواء الأحوال العطفية أو العامة رح تحدث كذلك حتى عن العزاب ورح هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية إذا تكلمنا بالعلاقات العطفية بداية يا برج الدلو عم شوف في خصامات وفي مشاكل عم شوف في بلوك في عدم الكلام بينك وبين هذا الإنسان عم شوفك موجوع القلب يا برج الدلو عم شوفك كأنه حسس بخسارة كتير كبيرة يعني تقريباً الطاقة كأنه تقريباً ما في كلام ما في كمينيكيشن ما في حكي أوكي؟ الطاقة كتير سلبية بهذه القراءة أو ما في مشاكل أنت وهذا الإنسان عم شوفوا لهذا الشخصية لهذا الإنسان ممكن شخصية من برج النارية عم شوفوا شخصية بتعرف التوازن بتعرف كيف تحبه وتشتغل بأشيء أخرى إنسان ممكن حالياً عم شوفه مبتعد عنك وما عم يحكي أبداً يا برج الدلو عم شوفوا كذلك هذا الإنسان كأنه عمل لك بلوك أو ما عم يحكي من أصله وما عم يحاول إنه يحكي عم شوفوا لهذا الإنسان كذلك عم يفكر فيك حتى لو أنه مبتعد بفكر فيك يقريقه هو عم تجي ببالك الليلة قبل ما ينام عم شوفوا عنده اهتمامات أكتر عملية وعم شوفوا مبتعد وحاسس أنه خسرك أو خسر العلاقة بالنسبة لألك عم شوفك عم تنتظره أو عم تراقبه عن كسب أو من بعيد بس ما عم تبدي شيء أوكي عم تعامل كأنه الأشياء إذا هو ما عم يحكي معه خلص ما رح أحكي معه عم شوفك مبتعد وعم تراقبه لهذا الإنسان ممكن هذه العلاقة علاقة كرمية علاقة سلة زم أنه وأنتم مع بعض أو علاقة فيها درس لازم تتعلم درس من هذه العلاقة لأنه دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شيء تاخده بحييتك كدرس عشان تعرف تتعامل بأشياء أخرى بالنسبة لك عم شوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان بس ممكن عم شوفك أكتر تهتم لصحتك لجمالك ممكن بتقول الحياة ما وقفت على هذا الإنسان ممكن تكون في علاقات جديدة وفي ناس أكتر تستحق أن تكون معي بس هذا الإنسان عم يحس حياته أو سعدته لا تكتمل بيبتعادك عنه عم شوفه كأنه عنده اختيارات بينك وبين إنسان آخر أو عنده كذا شيء يشغله عن أنك أوكي ممكن عنده مشاكل تتعلق بالعائلة كانوا عنده أولويات وعنده مشاقات أو عنده مسؤولية أكتر بالعائلة أو عنده كذلك أطفال أوكي عم تشغلوا عنك عم شوفوا لهذا الإنسان كذلك ممكن يكون برج الحمل أو برج الأسد عم شوفوا ممكن يكون من برج العذراء الثور والجدي عم شوفوا ممكن حتى يكون برج الأقرب هذا الإنسان عم شوفوا عم يكابر أو عم يقوم مشاعره تجاهك ما عم يوديها لإلك عم بيبين كأنه إنسان ما حاسس أصلا بشيء تجاهك بس هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير قوية أما أنت تريد فقط شيء واحد أنتوا ما عم تحكي معه وعمل بلوك وكل شيء بس بدك أنه يرجع لحييتك لحتى يطلب السماح منك وبعدين أنت ممكن تقلو بتعد عني أو شيء المهم أنه تأخذ كرامتك أو كأنه تشبع خليلك برج الدلو على أنه أنا أرجع لي حقي بالنسبة لبرج الدلو على فكرة عم شوف في مراقبة أنتوا عم تراقبوا لهذا الإنسان في مراقبة في ممكن تراقبوا على سوشيال ميديا عم تسأل عنه عن بعيد بس ما عم تحكي معه أم شوفها لأنه بيقول لك أنه هاي العلاقة تتطلب إيمان كتير قوي تتطلب اشتغال علي كتير قوي وإيمان فيها لأنه هذا الإنسان شوي ممكن شخصية صعبة أو شخصية متكبرة وشخصية غريبة ممكن حدا مزاجي جدا يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك ما أنه ثابت مثل أبرج دلوش برج من الأبراج الفكسد أو الأبراج الثابتة ما بيغير كتير ممكن أنت كذلك تتعامل مع برج الميزين عم شوف على أنه ممكن مشاكلكم على أنه هي دائما أنت يا برج دلو عم تعانده أو عم بتعامله بالند أنا كمان عندي شخصية وعندي أفكاري وعندي كذا وعندي كذا هو ما بيحب هيك يعني بيحب أنه يكون الناس عم تتبعه الناس عم تطيعه ما بيحب أنه يكون بعلاقة والشخص الآخر بيحسه قوي وبيحسه شخصية كمان عنده 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 شخصيته وشخصيته قوي وبارد ووارد جدا هيدا اللي عم يحسه أصلا بالعلاقة بالنسبة للعزيب عم شوف على أنه متقلقين بهذا الشهر كتير بارزين جدا الناس عم تطلع فيهم وتقول واو عم شوف كذلك على أنه محبوبين كتير من الناس عم شوفون يلجؤون إلى الابتعاد عن كل الناس اللي حواليهم عم شوفون يلتجؤون إلى السفر الروحاني إذا بدنا نقول يهاجروا ب أو يعتزلوا الحياة يعتزلوا الناس عم شوفون كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني وعم يفكروا بكتير شيء بيفكروا بمستقبلهم بيفكروا بحياتهم بمنهج حياتهم عم شوفون عم ياخدوا هذه الطريق بس عم شوفون هلأ يعيشون هايدي برج العزاء برج التالو عم شوفون يعيشون نقل نوعية أو تغيير جدري كأنوا عم يمروا من نقل نوعية ورح هذه النقل النوعية رح تجلوا بلون سعادة ورح تجلوا بلون خير ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منهم كتير وتغير من حتى تتصرفاتهم مع العلاقات هذه الرحلة اللي أنا بقول عنها الرحلة الرحانية اللي عم تعيشها يا برج الدالو لازم تخليك إنسان ناجح أكتر بالعلاقات رح تاخده أو تلاقي نقط الضعف بحياتك ورح تكتشفه بالمستقبل ورح تحاول تتجنب كل الشيء سلوي بالنسبة للحيات العامة عم شوفها ككتر تهتم لتحقيق أحلامك عم شوف حتى في أموال تأتيك من الجد ممكن حدا يعطيك أموال هيك يعني صدقات مش صدقات بس يعني إذا بدنا نقول عيدي حتى لو ما في عيد عم شوف على إنه كذلك في مرأة تترسد لإلك يا برج الدالو أحذر منها ممكن هذه المرأة تتدخل بشيء من الشر لا تعكر صفو بينك وبين شاء إنسان آخر عم شوف كذلك على أنه في فتحة رزق هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت أو إرث ممكن كذلك عم شوف في حدا يتواصل معك ممكن يسيف لك أخبار هذه الأخبار تتعلق بعلاقة عاطفية هذه العلاقة العاطفية ممكن تكون هذه الأخبار غير سارة لإلك ممكن تخليك أنت جدا حقين بس عم شوف على أنه في رزق رح تأتي لبرج الدالو عم شوف في أشياء من الماضي تعود لحياة برج الدالو ممكن في مشاكل تخص أو إذا كنت أنت مقدم على على هجرة لبلد آخر ممكن تتأخر الأمور ما عم شوف أصلا الأمور يعني ميسرة بس عم تتأخر الأمور ممكن تحصل عليها بس متأخرة عم شوفك أكثر تهتم للمردود المادي والنجاح المادي عم تسعى لكسب رزق جديد بحياتك برج الدالو عم شوفك أكثر تهتم كدلك لابتعاد عن الناس البتعاد عن كل الشي الذي يعكر صفو برج الدالو بس كما قلت إحذر من مرأة هذه المرأة عم تتدخل لتعكير صفو حياتك هذه المرأة ممكن كدلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبالزواج إذا كنت متزوج ممكن تجلب لك مشاكل مع إنسان أو مع الأب تتدخل لكي ممكن حتى عندها صفة الصرق ممكن تسرق شيء أو تخونك عم شوف هذه المرأة ليست بالجيدة ممكن هي من الأبراج النارية أو الأبراج الهوائية بالنسبة للي عم شوف أنه طاقتك الحالية كتير عم تحس أنه الطاقة جيدة أو أنت يعني في تفاهم متبادل مع الشريك أنت عم تحس بأحساس جيدة مع هذا الإنسان وكذلك هو عم يشعر بذات المشاعر عم شوف في تفاهم في ألفة في أخضع طايا يعني أنت والشريك على وفاق بالوقت الحالي عم تشعره بطاقة إيجابية وطاقة كلها فرح عم من شعره كذلك هذا الإنسان أنه هو إنسان كتير يشعر بمشاعر تجاعك حلوة طاقة حلوة بحب كبير بحسك على أنه أنت خلص الإنسان اللي عم يحبه الإنسان اللي عم يرتاح معه عم شوف فيه كتير طاقة جميلة بالنسبة لألكون أنت والشريك ممكن وارد جدا أنه هذه العلاقة صار لمدة طويلة أنتوا مع بعض لأنه عم شوفك أنت بالضبط كأنه شلت كتير أعباء بهذه العلاقة وكأنه هذه العلاقة طريقة طول طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية أو إذا كنتوا بيعلاقة جديدة يعني أنت متلاهف أنه يصير زواج يصير شيء فعلي يعني مللت أنت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة بدك علاقة دائمة ويكون يعني نتجتها بسرعة ما بدك أنه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة و سنتين و ثلاث سنوات وبالأخير ما تنتج عنها شيء أوكي بالنسبة لألك هذا الأساس مهم جدا أما هو عم شوفه عنده كتير أمور ملخبة حياته عم شوف ممكن حياته العملية مش ميسرة ممكن كتير أمور مش ميسرة بالنسبة لألو العمعل ممكن يكون الطريق بحياته مظلم ما عم يشوف طريقه بالواضح عم يشوف فيش أشياء في كتير عسارات بحياته في كتير أمور عم تعرقله بحياته ما عم تخليه أصلا يوصل للأشياء اللي بدوا إياها في كتير أمور عم تعرقل علاقتكن مع أنه في حب في جمال في عشق في كتير أشياء في أحسيس جميلة عم تشعروا فيها بس في كتير من الأمور عم تعرقل علاقتكن عم شوف على أنه أنت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة بدك توصل أنه تكمل هذه العلاقة بيصير فيها زاواج أنه تصيروا مو مستخبيين يعني ما تصيروا بعلاقة تحب فقط بدك شيء يظهر للعلن في شيء يعني الناس كله بتعرفكن أنه مع بعض عم شوف على أنه عم شوف أنه هذا الإنسان الأمر الذي يقرقوه بهذا الحياة هو العمل بالنسبة لأقلو العمل جدا مهم عشان تصير العلاقة فيه نجاح كتير كبير ما عم يشوف على أنه ما فيه يعني هي تحمل أسري أو عائلة إذا ما كان العمل بالنسبة لأقلو ميسر عم شوف الأمر الذي يعقوه بالحياة هو العمل كتير عم شوفه عم يشتغل عم شوفه كتير عم يجتهد بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الأمور عم شوف على أنه كذلك هذا الإنسان يشعر بمشاعر كتير جاية عشاة تجاهك يحبك هذا الإنسان يريد أن يكمل حياته معك بس في كتير عراقيل تحول بينكم أو بتخليكم ما عم تتطوروا بالعلاقة عم شوف كذلك على أنه كما يظهر يعني في كتير من الأشياء عم تخليكم ما عم تتطوروا ليش بقى العراقيل حياتي العامة يعني عم تخليكم ما ما تتطور وكي بيقلك الورق أنه كل شي رح يأتي بوقته أنت ممكن متسرع بالوقت الحالي بدك تحصل على نتائج كتير سريعة بدك مثلا أنه يعني يصير زواج أنه الأمور تتأثر بسرعة بس بيقلك أنه الوقت هو يعني كل شي رح يأتي بوقته ما تقلق أبدا أوكي هون بيقلك أنه هيدا الوقت لا تعطي مش لتحصد لازم توقف مع هذا الإنسان بهالوقت الحالي لازم يعني تكون صبور جدا يعني ما تتوقع بالوقت الحالي أنه يكون فيه ريزولت أو في نتائج كتير كبيرة بهذا الوقت كمين